قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش بريت مكورغ قال إن الكويت دورا مهم ومحوري في محاربة هذا التنظيم الإرهابي وموضحا أن الهدف من زيارته للكويت تقديم الشكر لكل ما تقوم به للولايات المتحدة ضد تنظيم داعش مكورغ أعرب عن أمله في استمرار الشراكة العسكرية القوية بين بلاده والكويت والتي تعد صوتا مهما للاعتدال بالمنطقة ومعربا عن تطلعه بأن يجتمع خلال زيارته التي تستمر يومين بالمسؤولين الكويتيين لتعزيز الحملة المناهضة لتنظيم داعش وجعلها أفضل